اشتركوا في القناة عن المكاسب التي تقول ان البعض يسأل عن المكاسب التي سيطالب بها المسيحيون للمشاركة بمؤامرة التمديد قانون انتخابات مثلا اخطر ما يمكن يصير المجالس البلدي هي مصالح الناس المباشرة قد يكون مجلس النواب لانه مع الاسف مع الاسف وهي شي بحزب قلبنا انه نوابنا ما عم بقدمه ولا بأخره لانه سياسي عم تكون خارجي وعم تفرض علينا اما المجالس البلدية في حال تم تعطيلها او تأجيل الانتخابات يعني عم نعني الغاء الانماء والغاء العجل الاقتصادية في كافة المدن والبلدات وبالتالي عدى انه الديمقراطية وحق الناس في الانتخاب والاختيار عم تتعطل المدن ومصالح الناس وهونا الشي الخطير جدا واليوم في مئة بلدية في لبنان محلولين محلولين التمديد يعني اكيد في مئة اخرين حين حلو حين حلو وبالتالي مصالح الناس ومصالح الشعب ومستقبل ولادنا بيكون يعني انا رأيي اذا صار التعطيل معناتها رايحين على انهيار تيم للدولة واخر مكوناتها وكأنه في خطة ممنهجة لذهاب الى لبنان جديد الله نجينا ايا لبنان راهي علي بموضوع ايضا متصل يام عيد بتقول بجريدة الديار انه جزء كبير من الصراع البلدي مرتبط بانقسام المسيحيين على الصعيد الرئاسي وتمركزهم بمعسكرية العماد عون ونائب سليمان فرنجية ما بفتكر هدا الشي بينطبق على جبال تحديدا بس هل بتعتبر انه جزء من المعارك يخاض كبديل عن ضائع رئاسيا ونيابيا ارادوها هيك في البداية بس بينت ان انتخابات البلدية من كتير من المطارح هي معركة ايادات محلية وعائلية وشد حبال محلي اكتر ما انه شد حبال سياسي على مسيحة الوطن بتجاه اي خيار سياسي نريد اليوم خد الحياة البلدية او الانتخابات البلدية في مدينة جبال هي شد عصب بين فريقين بين مجموعتين بين فكرين وليس بين خيارين سياسيين يعني اليوم فيه فريق عمل نحن من مثله من مثل رؤية وخطة ومشروع لمدينة جبال فيه فريق اخر عم ينبش يمكن على خطة اخرى او مشروع بديل انما انا رأيي من من ضمن الصراع السياسي العام المنتشر بالبلد بموضوع اخر هل بتعتبر اليوم الاستحقاء البلدي فرصة لفتح باب اللامركزية الادارية يعني من بعد ما سير في مجالس بلدية جديدة هيدا المشروع الحلم المنتظر لا مجال لتحقيق تقدم لا مجال الازدهار لا مجال انه الشعب ياخد حقه الا ما بتحقيق المركزية الادارية اليوم المركزية هي رمز التعطيل في البلد اليوم كل بلدان مش بصدفة انه كل بلدان العالم المجاورة والبعيدة عندها لمركزية القرار نعم خلينا المواضيع السياسية والامنية يكون فيها مركزية انما لمركزية الانماء لمركزية النفايات لمركزية التعليم كلها الامور لمركزية الكهرباء الماء الامور الحياتية اليومية كل منطقة بتعالج امورها كل منطقة بتحقق انجازاتها وكل منطقة بصير تتزاحة مع المنطقة الاخرى على التحقيق لربما هيدا الشي اللي بيفسر معركة الحصص عند العيمات عون انه بركي هلأ بدأت تبلش تطبيق المركزية الادارية اذا نيتوا نحو تحقيق التقدم والنجح والازدهار نحنا هكون في طليعة هيدا الموضوع فبقى ما يحتلهم نحنا هنكون السبقين في تحقيق الافضل لابناء جبال وشعب جبال ومتمنى يكونوا مشاركين معنا انما اذا ما ارادوا بيكون نحنا رح ننصلهم داخل المجلس البلدان ونحقق لونتموحاتهم من انماء وتغيير وصورة حلوة عن جبال وتحقيق المزيد من الانجازات خلينا ننقل للمواضيع السياسية الاخرى يوم التانين في موعد جديد لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية معلوم انه النتيجة معروفة سلفا لن يكون هنا الكنساب كمرائب هيك ومتابع للمواضيع السياسية وين المشكلة بالاستحاء الرئاسي تحديدا اي لبنان نريد انا عطول بقوله المشكلة المشكلة بين من ومن بين خيارات اقليمية ايا لبنان برنية ايا لبنان بدي يروح الاء ايا سلطة ايا تفكير ايا طريقة حكم ايا طريقة ممارسة اليوم المشكلة مانا مشكلة داخلية مانا مشكلة كيف بنا نقدر نروح عمش نواب ونصوت نهار اللي بيطلع القرار بتلاقي الحكومات بتتشكل خلال ساعتين وثلاثة نهار اللي بيطلع فيها القرار وطالما ما طالع القرار حكومة معطلة تسعة شهر انا رأيي الوضع اللبناني الداخلي مرتبط بالازم الاقليمية الموجودة كلها على مساحة العالم العربي لبل العالم كله اليوم فيه سراع كبير سوريا بلشت تتضح معالمها العراق ليبيا اليمن وبالتالي بده ينعكس هذا كل الموضوع على الواقع اللبناني الداخلي التعطيل انا رأيي ليس داخليا التعطيل هو نتيجة المنطقة ومسارة في مسؤولية عند الفرقاء المسيحيين بهذا المجال بتأكيد شو كان بيقدروا يعملوا اكتر من معدلوا بيضغطوا نحو تحقيق نحو الانتخاب قال الدكتور جعجة انه اتفق مع العماد عون يعني صوت المسيح المرجح ما قدر يفعل ينزلوا عن مجلس نواب الحياة الديمقراطية ما بتحسم بالكلم ننزل كلنا عن مجلس نواب بترشح العماد عون وغير العماد عون والحقيقة شو الحقيقة اذا من اللبنى الاستحاق ونعتبره الاستحاقات لبناني ما فينا نقول نحن ما مننزل على مجلس نواب فاذا انا فينا يقول بجبال ما بترشح على البيدي الا اذا حسم الفوز شو الكلام هيدا مننزل على الانتخابات وعلى الشعب او على النواب هن يروحوا باتجاه الانتخاب وانتخاب على مفترض الافضل ليش الديمقراطية بدا تسري بس بالاستحاق المسيحي انه المتعلق بالمقعد ليش رئيس بر أو تشكيل حكومة عم بيجي وتعيين ليش مين عم بروحوا باتجاه بيقول العماد عون والقوات اللبنانية هلأ بيقولوا انه هو الاكترية بيطائفة معينة بيجي من يتولى المنصب الاول رئيسة الجمهورية منا فقط المسيحيين بالتأكيد هي رمز للمسيحيين ورمز السلطة المسيحية في السلطة انما البدو ينتخبون هو المجلس نواب مجتمعا نعم وبالتالي رئيس بر انتخبوه فقط الشيعة لا بس من لمين الكلمة الفصل بهالموضوع مجلس نواب المجلس نواب هو اللي بدي يصوت بجبال فيني اقول انا كلمة الفصل لفريق معين او للمجتمع الجبال اللي بكيف التلوينه واجنيحته واحزابه وطواقفه ومزاهبه وبالتالي بينك الزيت الشيعة لرئيس الجمهورية بغض النظر عن من هو بوجه العماد عون برأيك اذا وصل اي شخص اخر غير العماد عون ما رح يرجع ينحكب الشرع المسيحي عن احباط وعن انه ما سمعو لنا كلمتنا وما احترمو لنا رأينا وهن بعينو لنا رؤسائنا من احنا نرجع لنفس النغمة مننزل على مجلس نواب ومننتخب وان شاء الله يجي العماد عون لانه يمكن بمثل الاكترية المسيحية وفقا للتفاهم اللي حصل هو الدكتور جعجا انما ما فينا نقول ما بننزل على المجلس الا اذا اكدنا فوز العماد عون ما ننزل على المجلس ويسعى العماد عون وحلفاءه لا انتخابه هيدا اذا كان الامر بهالبساطة والامر داخلي ولبناني انما انا بعد الامر منه بهالبساطة الموضوع منه فقط داخلي لبناني هيدا موضوع اقليمي عالمي لانه في صورة عم تنرسم لها المنطقة ولبنان منه جزيرة منعزلة عن المنطقة لبنان في صلب هيدا الصراع في صلب اي منطقة رايحين عليها اي تقسيمات رايحين عليها اي صورة جديدة للمنطقة طوافق المسيحيين شغل ايجيبي مع انه مستبعد شغل مهمة وشغل ايجيبي مع انه مستبعد بتعتقد بيغير بمجرأ الامور يعني عم بتقول الخلافة حول اي لبنان نوريد قد لا يغير بالاستحاق الرئيسة انما على مساحة الوطن وعلى مستقبل المسيحيين شغلي ايجيبي على انه يعرفوا يكونوا هنه شركاء اساسيين وايجيبيين في الحياة السياسية اللبنانية انما لا بد من نقول انه شغلي جايد جدا انه المسيحيين يجتمعوا ولولش يمر لمصلحة الوطن وليس لمصالح شخصية اينية صغيرة نقول لنصيف بجريدة الاخبار كتب عن زيارة رئيس فرنسي اللي نطرينه بكرة اولند الى بيروت وعنوان ما قالته انتهزوا الفرصة لان لا دوحة جديدة معلوم انه اولند مش جاي بزيارة دولة جاي بزيارة عمل ما معه مبادرة ولكنه سيسعى وسيقولح على انتخاب رئيس الجمهورية ليش ما عم تنجح بعد كل هالمساعي لانه صورة المنطقة منتهت لانه صورة المنطقة منتهت يعني اولند شو الهدف الاول من زيارته هيك بتأديره لامور اكتصادية للاعتراف انه هيدا البلد بلد صديق هيدا بلد عزيز على قلب كتير من البلدين العالمية ان كان فرنسا او اوروبا او دول خليج العربي انما مش جاي وبيجعبته حر رئيسي لانه الحل لن يكون هذه المرة بدوحة متما عم بيقوله هو نتيجة دوحة كبير على مساحة كل العالم العربي بتخاف انه يكون الحل على حساب لبنان ان شاء الله لا انما ما حدا فيه يعرف شو الحل واللي بيخبرك انه شو الحل وشو الصورة المستقبلة لبنان اليوم بيكون عم بيحلم نحنا كلنا بنسعى انه بدنا لبنان لبنان النجاح لبنان الازدهار لبنان اللي بيشبهنا لبنان الدولة لبنان المؤسسات لبنان الشرعية لبنان المحاسبة انما اي لبنان راحين عليه هو نتيجة تقاصم النفوذ في هذا العالم العربي هل كنت بتعتقد يوما ما انه بتصير انقصامات بالموضوع الرئاسي مثل ما هي اليوم مع الاسف القرار السياسي العام هو اكبر من حجم اللبنانيين لبنان بلد صغير بهالمحيط البير وبالتالي لبنان منه مؤثر جدا في الحياة يعني مش هو سيد قراره اليوم هو من ضمن هاي المنظومة الكبيرة كان على اللبنانيين مسؤولية كتير كبيرة انه بلحظة من اللحظات يقدروا ينتجوا يخطفوا الاستحامات يعني فتنا بخلفات عباسية بين بعضنا ما قدرنا ولا يوم من الايام اخذنا المبادرة واسبتنا انه نحن بلد قدرين ندير مصيرنا ندير امور شعبنا بتريقة صحيحة الحق على 14 أو على 8 ومعد فيه 14 و 8 انا بقول لا 14 و 8 حق على الشعب اللبناني اللي حتى اليوم ما عم بيعرف يروح على صندوق الاقتراع ويختار الانسب لمصلحة وطنه انما ما عم بيفتحونه مجال اصلا يروح على صندوق الاقتراع بس اذا راح انا بطالب الشعب اللبناني انه يبلش يحاسب يبلش يشوف مين خدم وطنه ومين ضر وطنه ومين رايح باتجاه الصحية يدعي لخلق نمط جديد في العمل السياسي ويكون هو الشباب اللبناني اساس هذا النمط الجديد لبناء الجمهورية الجديدة او اقلوا لنحاول بناء الجمهورية الجديدة بتعتقد انه هذا الشعب او هذا الشارع منه مقتنع بالخيارات اليوم يعني بمحل معين يقال اذا مش مقتنع بس يروح على الصندوق يلاقي خيار اخر لا لانه يقال انه مثلا شرع العماد عون او شرع القوات او هنه مقتنعين مئة بالمئة بما يقوم به رؤساء الاحزاب يعني بالتالي هنه بيشوفوا الصواب هيك مش هيك يعني حتى الصواب صار وجهة نظر بمحل معين بس على الشعب يروح باتجاه الصواب باتجاه المزبوط يروح على الصندوق وبلش يحاسب طالما الشعب اللبناني ما بيحاسب طالما الشعب اللبناني معا بينزع على الطرقات 8 شهر نفيات بالطريق ما نزلوا الا لحزابات نزلوا 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 النزل ما كانت بحجم تحقيق التغيير نزل كانت غير منظمة فات فيها 1200 عامل انما الشعب اللبناني النهار ينتفض ما بينطفض ربع ساعة ونص ساعة وثلت ساعة بريتكون ثورة نحو تحقيق الاصلاح في كافة الكطاعات مش مسموح بلد بلد رقابة بلد بلد محاسبة القضاءات مغيبين انه مسموح موضوع النفايات شركتان وهمية تانجيين كانوا يسرقوا مال الشعب اللبناني وما بنعرف كيف بتنقيم النفايات لليوم ما فيش ولا اي ادارة عدلية او ضابطة عدلية تحركة تتشوف منين هوا شركتان كان بلد تسرق مال الشعب اللبناني اذا واحد معطر عامل الشيك بلد رصيد يمتوا مليون ليرة بتلاقي كل اجهزة الدولة والقضاء والجهاز العسكري عم نبش عليه شركتان جايين ياخدوا خمسمائة مليون دولار من الجيوب الشعب اللبناني الفقير الجعان التعبان اللي معطر تياخدونه والله بيعرف شو بني عمون النفايات ما تحرك ولا ادارة عدلية ولا القضاء هوني وان الشعب اللبناني ما بيسأل مين كيمل يسرقنا مصرياتنا لانه يمكن بقصة الخنادق السياسية ما عد منتبه لمسل هذه الموالية يابنا ننطفض ونقول لا للسمسرات لا للصفقات لا للسرقات لا للبنان اللي ما بيشبهنا يابنا نخضع ونقول مش الحال هيدا قدرنا وما نعيش هيك فاذا قدرنا وما نعيش هيك ما نطالب اكتر من هيك اما اذا فعلا بدنا لبنان جديد اللي بيشبهنا بدنا ننطفض طب تعتقد اذا صارت البلديات هيدا جاية يقولك ايه اذا صارت البلديات ما بقى في حجة انه ما تصير نيابية بس قبل شغل انا بقول الاستحقاء البلدي هو المدماك الاول نحو تحقيق التغيير انا بيدعي كل الناس كل الشباب كل الستات كل المجتمع المدني كل الناس اللي مش راضي عن الوضع تنزل على البلديات وعلى صندوق الاقتراع وانه تترشع وتخبر كل العالم ونحن مش راضيين على هيدا الصورة لدائرة امورنا ومستقبلنا ومستقبل ولادنا رايحين باتجاه صورة اخرى صورة شبابية تغييرية صورة لبنان اللي منحبه صورة لبنان الحضارة العلمي السقافي الانون الدول المؤسسات الشرعية هذا هو يعني اليوم الاستحقاء المتاح والاستحقاء البلدي تعطينا نروح كلنا نحو تحقيق تغيير تام وشامل في هذه الاستحقاقات وننتج طبقة تغييرية جديدة في المجالس البلدي برجع لسؤالي بتعتقد اذا صارت البلديات ما بقى في حج لديه بي حتى لو ما فيه أنون شو الأنون أنون هو نتيجة لأنه ما بدون انتخابات اختلفوا عن أنون لو فيه قرار لإجراء انتخابات كان أنون الوضع بـ 24 ساعة برأيك كمان مش قصة خريفة على الحصص ما بنرجع لنفس المشكلة أبدا نتيجة 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 أي لبنان نريد لأنه القنون بياخدك باتجاه أي لبنان نريد أي لبنان اللي بنا نعيش فيه في المستقبل القنون ما بيصير فيه تغيير ما تتخايل يصير فيه تغيير باللبنان وننتج طبقة سيسية شفافة نضيفة الناس قوادم إلا بقنون انتخاب عادل بمثل تمثيل حقيقي للشعب اللبناني على أساس نسبة يعني في كتير قوانين لازم نبحثها وان من وان فوت أنا بالنسبة إلي هو أفضل قنون بمثل الشعب اللبناني أفضل تمثيل بعيد عن سياسة المحادث وبيصير المواطن اللبناني بحاسب محاسبة مباشرة للنايب أو للممثل إليه بتشوفي بكتير من البلدان العالم بيكون في 150 نايب في 150 دايرة كل دايرة فيها نايب أو كل قضاء بينتخب ممثلينه بطريقة وان من وان فوت هو الأنسب وموضوع تمثيل النسبي كمان موضوع جيد تدرس إنما لازم بعد ما تقرس انتخابات البلدية نحط كل تقلنا والمجتمع المدني والناس والبلدية تضغط باتجاه وضع إنه انتخابات وتنروح بعد 8 شهر أو 9 شهر أو سنة من تاريخ استحاق البلد إلى انتخابات نيبية نقرر سوى مصير المرحلة المقبلة بس أنا بقول ممنوع تغييب رئيسة الجمهورية أو نضل بالفراغ إلى حين انتخاب نيبية لازم بأسرع وقت ممكن تتوضح الصورة ونروح باتجاه انتخاب رئيس جمهورية رئيس جمهورية بمثل اللبنانيين أولا أفضل تمثيل رئيس بمثل المسيحيين تانيا أفضل تمثيل وتانيا نقدر نحط البلد على السكة الصحيحة ونروح باتجاه تحقيق التغيير وتحقيق لبنان اللي بدنا كشف مصدر كتائبي هذا الصباح على سعيد الرئاسي إنه حزب الله يدرس إطلاق مبادرة وصفت بالقوية إن شاء الله فتعلق بالاستحقاق الرئاسي خصوصا والوضع السياسي عموما بهدف الخروج من المأزق الراهن إذا بتقرأ هذا الخبر شو بتعتقد بتكون مبادرة قوية أنا بعوده بكرر بينزل على الجلسة يعني أنا بعوده بكرر النهار اللي بتستوي صورة المنطقة كلهم بينزلوا على الجلسة إنما بس هيدا النهار بعده مأخر كما يبدو ما مي بيعرف إذا بدو يتأخر انتخاب لش اليوم بالأفق في رأي جمهورية شايفة كل التحليل بتقلك إنه فيه اتجاه نحو انتخاب رأي جمهورية لا بس بيقال كمان إنه يمكن تنام عشي تقوم عشي يعني ما حدا بيعرف بتكون أنا رأي الشخصة إنه المنطقة بتجهة نحو صورة معينة بينعكس أول يمكن إيجيبيتها انتخاب رأي جمهورية في لبنان لأن الصورة الأسهل استوقف كلام الرئيس الحريري عن قصة وضع سلاح حزب الله بهذه السلة التي يطالب بها الحزب له مغزى معين بالتأكيد بالتأكيد سلاح حزب الله سلاح نهار اللي كان عم بقاتل العدو الإسرائيلي في جنوب كان سلاح ضروري حافظ وكانت المقاومة شغلة مهمة جدا بالنسبة لللبنانيين اليوم موضوع سلاح المقاومة وكل هالأزمات اللي الموضوع على الطاولة بدها حل جزر النهار اللي بتستوي صورة المنطقة كلها حزب الله بحسب ألين فرح بالنهار لن يرد على طرح الرئيس الحريري لأن وظيفة السلاح إقليمية وطنية والسلاح بالنسبة إلى حامله هو نهائيا وقطعا خارج منطق السلال تعالي قبل ما ناخد بري ألين ألين مجبال ألين مجبال بتمون ألين لحظات مع فاصل نعود بعد لمتابعة الحلفة شكرا